اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم البرمجا معاكم أحمد عبد النبي وزي ما اتفقنا هكون معاكم دايماً عشان نتعلم كل حاجة عن البرمجا لما جئنا اتكلمنا عن البرمجا ومراحل تعلم البرمجا اتفقنا ان باستخدام البرمجا اقدر اعمل حاجات كتير جدا وعملنا مع بعض القصص والعاب وانيميشنز وتطبيقات كمان للموبايل واتفقنا ان مراحل تعلم البرمجا متقسمة لأكتر من حاجة في مرحلة المرحلة الأولى ان انا ببدأ اتعرف ايه هي البرمجا وعرفنا مع بعض ايه هي الفيجوال بروغرامنج وازاي استخدم البلوكس واحطها مع بعض عشان انفز قصة او لعبة معينة وبعد كده دخلنا على جزء الاي اي اي او الزكاء الصناعي ان ازاي اعمل ماشين ليرنج موديل عشان ابدأ اطواره ووصلنا كمان لمرحلة التطبيقات وعرفنا كمان ازاي ندخل فيها جزئية الزكاء الصناعي بحيث ان اخلي التطبيق بتاعي يشتغل بشكل اضاك واحسن وصلنا بقى حاليا لمرحلة الروبوتس او التطبيق او اكتر تطبيق موجود على مستوى العالم بيقدر فعلا يطبق فكرة البرمجا البرمجا ممكن تبين ان هي مجموعة من الاكواد ببدأ اديها لآلة او كمبيوتر معين عشان يبدأ ينفذ بعض الاوامر الآلة بتتمثل في الروبوت لان الروبوت بيكون مجمع كل اشكال العلوم او زي ما قلنا ان البرمجا بتكون متكاملة مع بعض العلوم عندنا مثلا العلم او علم زي علم الهندسة او العلوم الميكانيكية مثلا ازاي اقدر اخلي الاجزاء دي تدى تتحرك بشكل معين انت كمبرمج تقدر تعمل ده باستخدام البرمجا عن طريق حاجة اسمها الهاردوير وحاجة اسمها السوفتوير السوفتوير المثال الصغير للبرمجا مجموعة من الاكواد عشان تحرك اجزاء ميكانيكية اللي هي الهاردوير واتفقنا وشفنا مع بعض اشكال الروبوتس عاملة ازاي وقلنا ان احنا هنعرف نبرمج الروبوتس دي باستخدام حاجة اسمها الروبومايت وعشان نقدر نعمل ده هنحتاج ان احنا نتحول من لغة البرمجا المرئية اللي هي الفيجوال بروغرامنج لحاجة اسمها التكست بروغرامنج او البرمجا الكتابية هنتعلم مع بعض مجموعة من الاوامر ومجموعة من التحديات نعرف ازاي نخلي الروبوت بتاعنا يعملها وينفزها بشكل افتراضي او بشكل واقعي لو انت عندك الروبوت تعالوا نشوف مع بعض هنقدر نعمل ده ازاي وازاي هنقدر نتفاعل مع الروبوتس ونخليها تتبرمج باستخدام الروبومايت جاهزين؟ يلا بينا استخدام الروبومايت هو واحد من ضمن ادوات كتير جدا اقدر ابرمج بيها الروبوتس الروبوتس الموجودة في العالم دلوقتي ليها استخدامات كتير جدا والروبوتس دلوقتي بقت واحدة من اهم الادوات اللي الانسان بدأ يستخدمها بدأت كمان تدخل في الصناعة وتدخل في الخدمات اللي بتتقدم لي الناس بينا كمان دلوقتي بنسمع ان الروبوتس مثلا بتسوق العربيات او الروبوتس بتكون موجودة في مخازن تبدأ تعمل سورتنج او ترتيب معين للادوات او للبضائع اللي موجودة في المخزن ده الروبوتس دلوقتي بقت في كل حاجة في حياتنا تقريبا عشان كده لازم نتعلم الروبوتس دي مكوناتها ايه وازاي نقدر نبرمجها واللي هيساعدنا على الخطوة دي هو البرنامج الاسمه روبوماين بس تعالوا نفتكر مع بعض كده كانت ايه هي الروبوتس واشكالها وانواعها وازاي انا كمستخدم اقدر اعمل ده باستخدام البرمجة احنا قلنا ان الروبوتس بتاعتنا لها استخدامات كتير جدا والروبوت ده اصلا مش شرط يكون على شكل انسان ممكن يكون على شكل مثلا عربية او شكل عنكبوت او ليه شكل معين طب ايه اللي يقدر يتحكم في ان شكل الروبوت ده مثلا ما يكونش شكل انسان او يكون شكل عربية اللي بيحكمني انا كمبرمج او كصانع للروبوتات اللي بيحكمني هو التسك او الفنكشن او المهمة اللي انا عايز اخلي الروبوت بتاعي ينفزها يعني مثلا لو انا عايز الروبوت بتاعي يبدأ انه هو يروح في اماكن دياءة شوية الانسان ما يقدرش انه هو يوصل لها فساعة أستخدم روبوت مثلاً ممكن يكون شكل عربية أو شكل صغير شوية عشان يبدأ إنه هو يروح ليه الأماكن دي طيب إيه اللي يخليني مثلاً أستخدم روبوت مثلاً في الأساس يعني إيه اللي يخليني أستخدم روبوت إحنا قلنا إن الروبوت سي تعمل دايماً بعض المهام اللي الإنسان ما بيقدرش إنه هو ينفذها زي مثلاً استكشاف المحيطات عماك كبيرة جداً الإنسان ما قدرش يوصل لها ولكن لو الروبوت وصل لها مثلاً وحصل مشكلة عادي جداً إن إحنا نخترع روبوت تاني أو نجيب روبوت تاني ينفذ نفس المهمة وكذلك برضو استكشاف الفضاء ممكن نبعث روبوت زي مثلاً الروبوت اللي ببعت عشان يستكشف كوكب المريخ لأول مرة بدل من الإنسان عشان لو فيه أي ضرر أو فيه أي مخاطر على الإنسان يبقى فقدنا روبوت نقدر نصنعه ولكن ما فقدناش إنسان وده الأساس من صناعة الروبوت أن الروبوت تخدم الإنسان في بعض المهام اللي ما يقدرش إن هو ينفذها عشان كده فيه أشكال كتير جداً من الروبوت ونقدر نقول على أي حاجة بتخدم الإنسان أو بتقدم خدمة معينة للإنسان سواء كان إن هي بتنقله من مكان لمكان أو بتعمل مهمة بديلة عن الإنسان إن هي روبوت وعايز أقول لكم إن أول روبوت تم اختراعه في التاريخ كان عبارة عن روبوت على شكل إنسان وكانت مهمته الأساسية إن هو بس يرفع سماعة التليفون وكأنه بيفتح الخط يعني عشان حد تاني يبدأ إن هو يتكلم يعني مجرد حاجة بس كان بترفع سماعة التليفون وحطها تاني وكان دي واحدة من أهم الحاجات اللي بيعملها بس كان عشان مع ظهور الموبايلات أو مع ظهور التليفونات في الوقتها عشان تخلي سرعة الاستجابة في التليفونات تكون أسرع عمله بس شكل الإنسان ومفيش غير إيده اللي من هي اللي بتتحرك يبدأ يرفع السماعة ويحطها تاني بكده إحنا نكون عرفنا إيه هي الروبوت واستخداماتها عاملة إزاي وإزاي أقدر أتحكم في الروبوت دي واتفقنا إن الروبوت مش شرط يكون على شكل إنسان ولكن الروبوت دايما لازم يكون فيه عقل أو برين ببدأ إن أنا كمبرمج أديله بعض الأوامر عشان يبدأ ينفذها بشكل معين والأوامر دي طبعا مع المراحل المختلفة في التعلم لازم أوصل برضو النقطة إنه يكون عندي مهمة معينة أعملها فعشان أقدر أبرمج الروبوت ده لازم أتعلم لغة معينة أو طريقة معينة للبرمجة والطريقة دي اللي إحنا نستخدمها هي التكست بروجراميج عشان أقدر أدي الأوامر بتاعتي للروبوت ويقدر ينفذها بشكل منطقي إحنا تعلمنا البرمجة المرئية نيجي بقى للتكست بروجراميج أو البرمجة الكتابية بعض الأوامر هكتبها عشان أخلي الروبوت بتاعي ينفذها وهقدر أكتب الأوامر دي باستخدام الكيبورد بتاعتي وهنتعلم الأوامر دي نكتبها إزاي وإيه الطريقة الصحيحة إنه عشان أشغل الروبوت بتاعي ويقدر إنه هو ينفذها وقلنا عشان ننفذ ده محتاجين نتعلم أو نشوف إيه الأبليكيشن أو التول اللي إحنا نستخدمه عشان نتحكم في الروبوت بتاعنا والأبليكيشن ده اسمه روبو مايند وروبو مايند هي كلمة من كلمتين هي الروبو اللي هي اختصار الروبوت حاجة كده أو لغة بنبدأ نكلم بيها الروبوت زيها بالضبط زي لغة الآلة أو الزير وانز اللي بنبدأ نكلم بيها الكمبيوتر الروبوتات لها لغة بنكلمها بيها اللي هي رغة الروبو ومايند كأنه هو فكر الروبوت يعني أو الطريقة اللي الروبوت بتفكر بيها فده اختصار لكلمة طلعنا كلمة في الآخر اللي هي الروبو مايند عشان أقدر أستخدم الابليكيشن ده أقدر أروح للويب سايت الخاص بروبو مايند هلاقيه دايماً بيديني نوعين من الابليكيشنز أو نوعين من الاختيارات عندي النوع أن أنا أستخدم الروبو مايند بتاعي في هيئة أوفلاين أو أن أنا أحمله عندي على الكمبيوتر وأبدأ بعد كده أستخدمه أو أن أنا أستخدمه كأونلاين أن أنا أتحكم فيه أونلاين مثلاً أو أكتب الكود بتاعي أونلاين ده لي استخدام وده لي استخدام وأقدر أعمل ده مثلاً لو جيت فتحت روبو مايند في الأول خالص هلاقي أن هو بيديني رسالة بيقول لي مثلاً ليرن أن أتعلم البرمجة وأبدأ بعد كده أتعلم إزاي أبرمج ده باستخدام الروبو مايند وطبعاً لو هستخدم الأونلاين هحتاج أن أنا أعمل أكاونت ولو هروح أعمل أكاونت هيطلب مني الإيميل والباسورد عشان بعد كده أقدر أعمل تسجيل في الأكاديمي الخاصة بروبو مايند أنا هنا عندي جزء الأونلاين اللي هو الأكاديمي وأقدر أستخدمه كمان كوفلاين أن أنا أعمله ده ملود على الكمبيوتر بتاعي وأبدأ أستخدمه لو دست مثلاً على الديسكتوب هيظهر لي طبعاً الطريقة وإزاي أقدر أستخدمه وإزاي أعمله داونلاود ولو أنا بعايز أعمل داونلاود هروح لكلمة داونلاود اللي موجودة فوق أعمل داونلاود روبو مايند هيطلع معايا الويب بيتش بتاعتي بالشكل ده وأختار منها المشغل بتاعي سواء أنا بستخدم مثلاً ماك أو بستخدم لينكس أو ويندوز أنا مثلاً بستخدم ويندوز تين مثلاً فهضغط على داونلاود اللي في الأول خالص هيبدأ ينزل عادي جداً عندي على الكمبيوتر وطبعاً لو بستخدم ماك مثلاً أو بستخدم أي مشغل تاني للكمبيوتر تقدر أن أنت تعمل داونلاود بكل سهولة ما فيش أي مشكلة بعد ما نزل على الكمبيوتر عندي أقدر أروح للفولدر اللي نزل عليه وأضغط عليه دابل كليك هيطلب مني أن أنا أعمل ران أو أن أنا أسطبه عندي على الكمبيوتر وطبعاً بسطبه عادي جداً ما فيش أي مشكلة بختار طبعاً اللغة بتاعتي أختار إنجليش مثلاً وأبدأ أمشي في عملية السيطب بتاعتي عادي جداً نيكست وبعد كده إنستول هيحصل إنستول عادي ما فيش أي مشكلة ولما يخلص التحميل بتاعي هيبدأ يفتح معايا البرنامج عشان نتعرض لوجهة المستخدم ونشوف إزاي هنقدر نتعلم مع بعض برمجة باستخدام الروبو مايند فتح معايا عادي جداً وجهة المستخدم الخاصة بروبو مايند بالشكل اللي إحنا شايفينه دلوقتي وعشان أقدر أتفاعل مع الوجهة دي محتاج إن أفهم بعض الحاجات اللي موجودة داخل الابليكيشن لو إحنا قسمنا الجزء بتاعنا الخاص بروبو مايند هنقسمه لأربع أجزاء أساسية عندي الجزء اللي موجود في الأول وهو الكود أو الجزء اللي موجود بالشكل الأسويل اللي معانا دلوقتي ده هو يعتبر جزء اللي بكتب فيه الكود بتاعي بكتب البرمجة بتاعتي أو الكتابة اللي بكتبها عشان بعد كده أقدر أخلي الروبو بتاعي اللي ظاهر بشكل كبير جداً على البلاي جراوند بتاعي يبدأ إنه هو ينفذ الأوامر اللي أنا قلتها له وطبعاً الشكل اللي موجود معايا هي تعتبر متاهة أو ماب خريطة معينة بيبدأ الروبو بتاعي يتحرك من نقطة البداية لأي نقطة تانية على حسب الكود اللي أنا بكتبه فأنا كده عندي الجزء الخاص بالبرمجة اللي هو موجود باللون الأسود بقدر أكتب فيه الأوامر بتاعتي ولما بنفذ الأوامر دي بشوفها بشكل افتراضي زي ما اتفقنا الروبو بتاعي اللي احنا شفناه مع بعض على الحقيقة بيقدر إنه هو ينفذ الأوامر بتاعتي طيب بقدر أنفذ ده ازاي؟ عندي فيه جزء موجود تحت نقدر نسميه الجزء الخاص بالمهام بقدر إنه أعمل حاجة اسمها Execute للبروجرام أو إنه أنا أنفذ البرنامج بتاعي عن طريق إنه أضغط على كإني بعمل Play بالزبط للكود وبعد كده ممكن كإني بروح أو بروح للخطوة اللي بعد كده من الزرار التاني بروح للNext Step أو الNext Command أو الأمر التاني أو إنه أنا أعمل بوز أو أوقف الروبو بتاعي أو إنه أنا أعمله Stop أو إنه أنا أعمل Reset يرجع لنقطة البداية من الأول خالص وكمان أقدر أعمل كل ده بإنه أتحكم في السرعة عن طريق السلايدنج بار اللي موجود أقدر أخلي سرعة الروبوت ينفذ الأوامر بتاعتي بسرعة جدا أو ببطء جدا أما الجزء اللي باللون الأزرق اللي موجود تحت ده بيقول لي رسالة أو ميسج معينة عشان من خلالها يقول لي مثلا إنه عندي مشكلة في الخط مثلا أو اللاين اللي اسمه 10 مثلا أو في مشكلة عندي مش هقدر إنه أنفذ الكود بتاعك أو مثلا لو جي الروبوت خبط في حيطة من الحواقات اللي موجودة يقول لي إن أنا مش هقدر أعدي الحيطة دي لأن هي عائق قدامي فمش هقدر إنه أنفذ الكود بتاعك اللي انت كتبه فعيد أو راجع الكود بتاعك كل حاجات دي بيتطلع لي في الجزء اللي باللون الأزرق كرسالة إنه الروبوت بيبدأ إنه هو يكلمني وطبعا الروبوت بتاعي أقدر أتحكم في الشكل بتاعه وأقدر كمان أغير الماب أو الخريطة اللي موجودة مثلا لو رحت لفايل واخترت منها open map مثلا اخترت منها مثلا default map أو open area مثلا بالشكل ده هلاقي فعلا ظهر معايا map أو خريطة جديدة والروبوت بتاعي واقف مثلا في مكان معين وبعد كده دي فاضية ما فيش فيها أي مشكلة عادي جدا وأقدر إنه أبرمج الروبوت من خلالها هنعرف مع بعض كمان في الحلقات اللي جاية إن إحنا إزاي نخلي الروبوت بتاعنا شكله مختلف إزاي نتحكم في شكل الماب بتاعتنا ولكن تعالوا نعمل كده مثال بسيط جدا إزاي أخلي الروبوت بتاعي أصلا يبدأ يتحرك عشان أقول له يبدأ يتحرك محتاج أكتب له بعض الأوامر اللي موجودة ولازم أكون عارفها وحفظها كويس عشان أقول للروبوت بتاعي يبدأ إنه هو يتحرك أنا عايز ولكن أخلي الروبوت بتاعي ده يتحرك لقدام وبعد كده يدخل مثلا يمين ويتحرك برضه لقدام عايز أنفذ أمر بسيط جدا ونعرف إزاي نعمله مع بعض عشان أقدر أعمل ده مثلا أمسلا أنا هشتغل على حاكتين هشتغل على الأونلاين واشتغل على الأوفلاين نشتغل على الأونلاين عشان نشوفع بعض البرمجة بتاعي الروبوت بتاعي هتبقى عاملة إزاي وننفذ الأمر بتاعنا على الأوفلاين فهروح للجزء الأوفلاين عشان أننفذ والأنلاين عشان أكتب الكودي تمام جدا أنا كده أظهر معايا نفس الموضوع بالزبط ولكن يعني ممكن يكون بشكل مختلف بسيط شوية عندي الروبوت بتاعي بالشكل ده وعندي الجزء الخاص بالكتابة أو الأوامر اللي هبدأ أديها للروبوت أنا عشان أحرك الروبوت بتاعي في مكان معين محتاج إيه؟ محتاج إني أخليه يطلع قدام يعني يوليكم مثلا عايز أخلي الروبوت بتاعي يطلع قدام وبعد كده يبدأ يدخل يمين وبعد كده يطلع قدام عشان أبدأ أقول له الأوامر دي في البلوكس كنت بجيب مثلا موف أو يبدأ إن هو يتحرر هنا لازم أكون عارف كويس أول الاتجاهات بتاعت الروبوت بتاعي وإحنا عندنا أربع اتجاهات أساسية لو هخلي الروبوت بتاعي يطلع لقدام فهقول له فورورد وفورورد كأنه بيطلع لقدام ولو عايزه يرجع وراء عكس الفورورد باكورد ولو عايز أخش يمين هقول له رايت يمين ولو عايز أخش شمال هقول له هي دي الأوامر يعني حاجة بسيطة جدا كأني بكلم الروبوت ولكن بكلمه بلغته اللي هي بيقدر يفهمها فمثلا لو عايز أخلي الروبوت بتاعي يدخل في الاتجاه اللي قدام هي هكتب كلمة فورورد بالشكل ده فورورد هلاقي الكلمة تلونت معي يعني طول ما أنا بكتبها ليها لون معين وأول ما اكتبها صح ومزبوطة هيظهر معايا لون كده إن هو صح ما فيهاش أي مشكلة طب لو خليت الـ F بتاعتي مثلا في أول دي كابتل قلتها بالشكل ده ما فيش أي مشكلة برضو الكلمة ذات نفسها ككلمة موجودة ما فيهاش أي مشكلة فبالتالي مش محتاج إن حرف يكون كابتل الكلام كله يكون سمولة عادي ما فيش أي مشكلة وكده تمام كده هطلع فورورد طب هطلع فورورد الحد قد إيه العادي اللي الروب بيبدأ يفهمه من جملة أو كلمة زي فورورد إن هو يطلع خطوة لقدام طب أنا عايزة خليه يطلع خطوة لقدام وبعد كده يدخل يمين وبعد كده يطلع برضو خطوة لقدام طب أنا عايزة أطلع يمين هعمل إيه أدوس انتر هنزل للسطر اللي بعديه أو الأمر اللي بعديه هقول له رايت خش يمين طب عايزة خليه يطلع لقدام يعني هو مشي لقدام وبعد كده يدخل يمين عايزة خليه يطلع لقدام تاني فهقول له هدوس انتر أمر تالت هقول له فورورد بالشكل ده تمام كده هو يعمل إيه يطلع قدام ويمشي يمين وبعد كده يطلع قدام تاني طيب ده هينفزه ازاي الامر ده قلنا ان هو بينفز خطوة واحدة يعني لو جيت بصيت للماب بتاعتي او الخريطة هي متقسمة لمجموعة من المربعات عالنشوفها مع بعض متقسمة لمجموعة من المربعات كل مربع يعتبر خطوة يعني لو كتبت فورورد يعني لو رحت اخذت قبل ده ورحت هنا كتبته هيطلع خطوة قدام وبعد كده يمين وبعد كده خطوة لقدام ممكن كمان احدد له ان الخطوة دي تكون واحد وبعد كده خلاص الكوت بتاعي ما فيوش اي مشكلة اقدر ادوس رن عندي هنا فيه كوس ناقص لازم اخلي بالي من الحاجات دي كويس جدا ادوس رن هيطلع معايا عادي جدا ما فيوش اي مشكلة ولو جيت دوست مثلا رن تاني هيرجع معايا نفس النقطة ويتحرك لقدام خطوة وبعد كده يروح اتجاه اللي من كأنه بيعدل نفسه عشان اخليني او محافظ دايما على وجهة الروبوت وبعد كده يطلع قدام تاني واحنا اتفقنا مع بعض ان الروبوت بتاعي انا ببرمجه بشكل افتراضي طب لو انا عايز ابرمجه بشكل حقيقي انا معي الروبوت مثلا معي في البيت وعايز ابرمجه بشكل حقيقي فاقدر انفذ الاوامر دي على الحقيقة على الروبوت ده بالزبط وهنشوف مع بعض هنعمل ده مع بعض ازاي ولكن طبعا احنا هنتعلم مع بعض اكتر ازاي نغير شكل الروبوت وازاي نغير شكل الماب او الخريطة بتاعتي وإزاي أخلي الروبوت بتاعي يحل مثلا متاهات معينة أو تحديات معينة باستخدام البرمجة ولكن ده جزء بسيط قوي تعالوا نشوف هنقدر نحرك الروبوت بتاعنا إزاي لقدامه ويمين ويطلع فعلا لقدام تاني باستخدام الروبو مايند تعالوا نشوف هنعمل ده إزاي ولكن على الحقيقة جاهزين؟ يلا بينا زي ما شفنا مع بعض برنامج روبو مايند وعرفنا الوجهة المستخدم عاملة إزاي وإزاي أقدر أضيف برنامج معين أو كود معين واتفقنا إن روبو مايند بيستخدم التكست بروغرامينج وكتبنا مجموعة من الأوامر وطبعا ده شكل الروبوت اللي موجود في الانترفيس شكله تقريبا بالضبط نفس السنسورز اللي موجودة وطبعا اللون والعجلات اللي بتكون موجودة وإحنا كتبنا كود مفروض إنه هو الكود ده بيحرك روبوت بشكل افتراضي ولكن إحنا هنجربه على الحقيقة مع بعض بشكل الروبوت وشكل الميت اللي موجودة معنا تعالوا نشوف هنعمل ده مع بعض إزاي طبعا أنا مبرمج الروبوت بتاعي إنه هو يمشي لقدام بعد كده يدخل في اتجاه اليمين تمام جد وده دليل إنه إحنا باستخدام البرمجة نقدر نعمل سواء حاجة virtual أو حاجة افتراضية أو حاجة real أو حاجة على الحقيقة زي ما إحنا شايفين طبعا إحنا ممكن ما يكونش عندنا الروبوت ده في البيت عشان كده قلنا نخليه على الواقع عشان تقرف وتكون متأكد إن البرمجة اللي إنت بتعملها تعرف فعلا تبرمج بيها روبوت موجودة ودي مرحلة مهمة جدا من مراحل تعلم البرمجة عشان كده خليكم معنا عشان نقدر نخلي الروبوت بتاعنا يحل مجموعة من التحديات في الحلقات اللي جاية طبعا بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي تعلمنا فيها إيه هو الروبو مايند وإزاي أستخدم البرمجة بتاعتي عشان أبرمج روبوت وعرفنا واجهة المستخدم اللي من خلالها أقدر أشوف البرمجة بتاعتي وتأثيرها على روبوت افتراضي بيكون شكلها عامل إزاي واتفقنا كمان إن في مجموعة من الخرائط أو المابس اللي موجودة داخل روبو مايند ومجموعة من التحديات اللي أقدر أخلي الروبوت بتاعي ينفذها باستخدام البرمجة واستخدام الروبو مايند خليكم معنا في حلقات تانية كتير عشان نقدر نتعلم أكتر عن البرمجة ونعرف إيه هو التحديات اللي موجودة في روبو مايند وافتكروا دايما إن جزء الروبوت من أهم الأجزاء اللي موجودة في البرمجة وده لإنه بيتعلمنا دايما جزئين مختلفين بيعلمنا السوفتوير اللي هي جزء أصيل من البرمجة والهاردوير إن أنا بعرف الروبوت بتاعي ممكن يكون إيه الحاجات اللي موجودة فيه وإيه الخصائص بتاعته عشان تتفاعل مع جزء السوفتوير أو البرمجة عموما عشان ينفذ المطلوب منه بشكل دقيق جدا خليكم معنا في الحلقات اللي جاية واستنونا عشان نتعلم أكتر عن البرمجة وروبو مايند أتمنى لكم التوفيق دايما واشوفكم على خير مع السلام موسيقى